تحية إلى جميع مشاهدي موقع الفن حول العالم اليوم بدي أرى لكم توقعات الأبراج الأسبوعية من السبت 1 حزيران يونيو إلى الجمعة 7 حزيران 2019 سأبدأ مثل عادة مع البرج الأول يلي هو برج الحمل بتكون مشحون بطاقة من الحيوية وبتصير بين زملائك نشاط ملحوظ بتكون أيضا بعطش إلى معاودة استكمال المشاريع والمهمات المهنية مهما كانت شائكة إذا نظمت حولك فريق عمل بتكون منتج أكتر وكما في أجواء العمل كذلك في علاقتك العاطفية بتكون ديناميكة مرح وراغبة التجديد والفرح والخروج وإغراق الشريك ببحر من الحب والمتعب أعطيه وقت للهو والمرح حتى ترتاح من متاعب ضغط العمل وصخب المجتمع والناس برج التور ممكن يعاكس بعد أعدائك مشاريع خاصة فيك حاول أنه تكمل أعمالك وكأن شيئا لم يكن لأنه إصرارك ومسابرتك هن الأهم على رغم هذا إن كان صعب تجنب الخلفات بالعمل فمن المؤكد أنه يمكن تطويق هالخلفات عبر إيجاد حلول إلى بهدوء قد تتأثر حياتك العاطفية بهمومك المهنية كما يمكن للغيرة والحسد إسارة أوضاع أو مشاكل مأساوية انفصال وطلاء على صعيد الصحة ما في شيء خطر يذكر لكن الرياضة تبقى الوسيلة الأفضل للصحة وخصوصا لتبديد القلق والغضب والاكتئاب والطاقة السلبية برج الجوزاء البعض رح يعانوا من عقدة ناص لأنهم فشلوا هذا الشعور غير مبرر لأنه الجميع هن عرضة للفشل المهني أو الاجتماعي إذن ارفع راسك وتذكر تجربتك الغنية وحضر لمستقبل أفضل عليك أنه تحذر بشكل خاص الأشخاص السرسرين وأنه تكون حريص على التنظيم والهدوء بمشارك وحياتك العاطفية وأنه ما تتخذ أي أرار مصيرة وأنت بحال عصبية متوترة في حظ وافر لفتيات العشرية الأولى وشباب العشرية الثالثة برج السرطان بتميل بقوة إلى اكتساب مزيد من الخبرات والمعلومات المرحلة المناسبة لعقد علاقات مع أشخاص أجانب وللدراسات العليا فلسفة دين علوم اجتماعية أو للانخراط في مهمة تجارية أو ثقافية إلى علاقة بالخارج مثل سفارة استراد تصدير أو للمباشرة بدراسة لغات أجنبية أو مراسلات مع الخارج عاطفيا أنت تتميز هالأسبوع بالاتزان والتفكير المنطقي والسليم وهذا بيجعلك تنجح أكتر وتسبق غيرك بأشواط برج الأسد مهما كانت مشاريعك عندك حظوظ لتقودك إلى النجاح إلا أن تأثيرات كوكبية إيجابية بتحكم مجالك المهنة هالأسبوع ألم ننصحك بالصبر والمتابعة عاطفيا أفراح ورضى كبير عن علاقتك العاطفية واحتمال زواج سعيد للي أرروا الدخول في القفص الزهبي وبيكون الشريك سخي وزى موقع اجتماعي مشرف لبعض الموليد في المجتمع الصحة جيدة ومنشاطك ظاهر ومعدن برج العزراء لن تكون راضيا عن نتائج عمالك حتى الآن لا تدع اليأس يترك بابك وسابر بعزم وأسرار على ما بدأت به هذه المرحلة الصعبة لن تدوم كثيرا اصبر ولا تكن متشائما إذا ما تحقق ماليا عليك بالحذر في مصاريفك لألا تندم لاحقا عاطفيا تشعر بالإهمال وعدم التفاهم من قبل الشريك لا تكن مخطئا كثيرا فربما أنت أيضا أهملت واجباتك معه ولم تحته بالعاطفة والرعاية منذ فترة طويلة فما رأيك بالمبادرة الطيبة القادرة على إشعال نار الاشتياك والحب من جديد؟ برج الميزان الموليد النشطون يرون أن شجاعتهم وعملهم قبلة بترقيات أو بمبالغ مالية مهمة أو بهدايا تقدرية سمينة فرص عمل جديدة لمن يطلب الوظيفة أو أبواب رزق غير منتظرة صحيا يخشى التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي بسبب تزايد الشهية على الأكل بعض الموليد يشعر بالتوتر نتيجة الإرباك في العمل عاطفيا إن لم تتصرف بسرعة ستكون فريسة لأفكار غير جيدة تقضي ويك أند ممتع مع العائلة أو الأصحاب على الشاطئ أو في الجبل برج العقرب رح يتفاجأ رؤسائك بنوعية عملك وطقاتك الممتازة اللافتة رح تدرس تفصيل وضعك بتلاقي إنه بعض النقاط غامضة فبتنصرف إلى معالجته حتى تتمكن من السيطرة على الموقف تماما إذا كنت على علاقة عاطفية فالحنان والاتفاق التام هن عنوان المرحلة لن يهتم العازبون للاستقرار العاطفي طالما صدقاتهم كثيرة ينمو هذا الأسبوع ميدك للضيافة والإعداد لحفلات الغداء والعشاء في منزلك في المدينة أو في الجبل برج الكوس تعلم رؤسائك بانتباعاتك المختلفة عن أجواء العمل تراقب بانتباه استثماراتك وتوزيفاتك وتشعر أنها في المكان المناسب لا تكن مستعجلا ومتهورا لألا تخربط كل ما حققته مهنيا كن هادئا لتعتاد التغيرات والتجديدات التي قد تطرق الوقت ملائم جدا لاتباع طريقة تصرف جديدة ولوقاية صحتك ستة وسبعة من الشهر هي أيام مناسبة لجمع أصدقائك حولك لمواليد العشرية الأولى والثانية انتظر مفاجآت سارة يخبئها لك المقربون برج الجدي عليك أن تحترم بعض الاستحقات المهنية إذا كان بدك تتمم مشاريعك بنجاح مزيد من الجهود تبزلها لتكون بمستوى التزاماتك أنت على العتبة مهمة بحياتك المهنية والضغط عليك رح يكبر أكتر جو الساعة مع الشريك رح يهدق من هزنك وهمك وبتشعر بنزعة كبيرة إلى الانفتاح بأربعة وخمسة من الشهر تتلقى دعوات إلى سهرات متعددة فما تلبي إلا يلي بيرايحك منها ويلي بيناسب منها مصلحتك برج الدلو أنت بعز النشاط والإخضام والحيوية وبتقدر تنطلق كليا إلى تنظيم مشاريعك الجديدة تطلق بمسؤوليتك الجديدة بكل انضباط وتماسك تتعزز ثقتك بنفسك بفضل دعم شركائك ومعاونيك بتكون الدعوات غزيرة عليك وما بتطرق فرصة واحدة بتمر من غير أنه تمرح وتتسلم بتكون متمتع بيروح الفكاهة بتكون لامع بالمجتمع لما وليد العشرية الثانية والثالثة انتبهوا من التسرع بالقرارات كما بطريقة تنفيذة أخيرا منتهي مع برج الحوت تغيرات محتملة بفريق عملك لأنه بعض أفراده ما عادوا منتجين إذا عادتك الميلية وعقودك الميلية ستسمر هالأسبوع تكل دايما على حدثك وعلى تأييدك بالتفاصيل فهي الكفيلة بمنع وقوعك بالخطأ للعاشئين مشاريع جديدة طويلة الأجل العزبين الوحيدين بتكون أكتر جاذبية وبتكون فرص اللقاءات والتعارف غير قليلة لكن عليك أنه تعرف شو بتريد ما تبتعد عن عادتك في السهرات مع المغرباء قد لا تكون مناسبة إلك شخصية وحظ المولود بين 1 و7 زيران يونيو المولود بين 1 و7 زيران يونيو الذي ينتمي أصلا إلى برج الجوزاء يتأثر بكوكب عطارد مركير الذي يمنحه رجاحة العقل والزكاء والذاكرة وسهولة الاتصال مع الناس والبراعة في المهن التي تتطلب علاقات عامة وتسويك المرأة المولودة تهوى الفنون والمهن الاستعراضية مثل التمثيل وعرض الأزياء والرقص أسعد أيامه يوم الأربعاء يوم قوكب عطارد أسعد ألوانه اللون الأخضر أسعد أرقامه الرقم 4 رقم كوكب عطارد وتتغير حياته كل أربع سنوات أسعد أحجاره الكريمة البلور أسعد زواج له مكان من موليد أبراج الميزان والدلو في الدرجة الأولى وموليد أبراج الحمل والأسد والقوص في الدرجة الثانية كل شخص بحب يتعرف علي شخصيا أكتر ويحصل مني على دراسة شخصية له من خلال اسم أمه واسمه هو الصغير واسم عائلته واسم والده بيقدر يتصل فيه شخصيا على الرقم 7-1-879-307 هيدا رقم خاص أنا عامله للاستشارات الشخصية بيقدر يعرف عن مضيه وحاضره ومستقبله ترجمة نانسي قنقر شكرا